السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ربيع المبرمج وهذه الاكترو برويجيت يوم ان شاء الله وبإذنه لدي برويجيت بسيط عن السمارت هوم او الهوم اوتوميشن يخص اردوينو واي فاي وهذه البوردات بوردات الاردوينو واي فاي كما تشاهدون احبتي في الله هذه اردوينو ميجا واي فاي بها العديد من النسخات بها هذه النسخة ميجا واي فاي وبها كذلك نسخة تانية هذه التي سنستخدمها في هذا التطبيق بإذن الله اونو واي فاي وهي بوردات ات ميجا بوردات اردوينو عادية بمعالج ات ميجا لكن قاموا باضافة ESP8266 الموضل ESP826 قاموا باضافته ادماجه مع البوردات وبالتالي فبدل يعني ان تقوم بارسال برنامج واحد لبوردات الاردوينو سواء ال اونو او الميجا لدي هنا نسختين من هذه البوردات بوردات ال اونو واي فاي وبوردات الميجا واي فاي يعني بوردات اردوينو اونو زائد ESP826 مع كل ما ستحتاجه لهذه العملية فيعني تعرفون اشكاليات بوردات ال ESP سواء النود اه ام سيو او اه اردوينو اونو ويموس دي وان او ال ESP32 فكلها بوردات تتمركز او تتمحور على معالج ال ESP ومعالج ال ESP هذا سواء ESP826 او ال ESP32 الذي هو معالج 32 بيت فكلها 3.3 لوجيك ليفل فيعني كلها مداخلها ومخارجها تشتغل على لوجيك ليفل 3.3 هذا من احد المميزات التي لا تراغب في هذه البوردات فهنا في هذه البوردات لديها قاموا بإدماج معالج ال ESP826 مع المعالج الاتميغا يعني لديك اثنان بروسيسور معالجين ببرنامجين تقوم بتمرير البرنامج الاول ال ESP لكي يتواصل مع ال واي فاي والبرنامج الثاني الاتميغا لكي يعني يقوموا بتفعيل المداخل والمخارج والتعامل مع الديفايسز والتواصل فيما بينهما يتم عن طريق السيريال انترفيس وبالتالي تكون لديك بوردة بها معالجين اثنين اذا اذا تكون بوردة قوية بها معالجين اثنين يعني انها تستطيع عمل الكثير من الاوامر وكذلك ممكن ان تعمل سنكرونيزيشن للأوامر التي بها سنرى ان شاء الله باذنه تطبيق بسيط على هذه البوردة بوردة ال اونو واي فاي التي هي بوردة اردوين اونو معدلة مضاف اليها اس بي 826 سوف نرى تطبيق لالmernها whereas الطبيق مع ذلك التطبيق القديم الذي كنا قد صنعناه تطبيق الاندرويد المسمى والذي كنا قد صنعناه يعني خصيصا من اجل هذه التطبيقات او من اجل هذه المشاريع درIDE house أو مشاريع السمارتهم هيا بنا اذا نرى ماذا لدينا اذا احبتي في الله هذه مكونات المشروع لدي هنا هذه البوردة كما قلنا بوردة اردوينو اونو واي فاي كما تشاهدون هنا احبتي في الله بها معالج ات ميجا كاردوينو اونو عالية وبها كذلك ESP Processor ESP866 وهذه كيس فقط هذه علبة كما تشاهدون احبتي في الله هذا هو غطاء العلبة هذه قمت بتصميمها وطباعتها من قنينات البلاستيك قنينات الماء اعادة التدوير وهذا البروسيسور او هذه الاردوينو اردوينو واي فاي سنقوم بتغذيتها بهذا الباوربانك ولدينا كذلك LCD Display وBreadboard الذي وضعنا عليه الذي وضعنا عليه اربع LED وBuzzer مع الديس بلاي والطابلت سنقوم بتشغيل تطبيق تطبيق المنزلي سنقوم بتشغيله على الطابلت للتحكم في السمارت هوم بالواي فاي هذه برضة الاردوينو ميجا كما تشاهدون احبتي في الله هذه الاردوينو ميجا واي فاي وهذه برضة الاردوينو اونو واي فاي التي سنستخدمها في هذا البروسيسور اذا اول شيء نقوم بتشغيل هذا السيستم تعمت ان اقوم بتشغيله فقط من خلال الباوربانك ان يقوم بالاتصال مع شبكة الواي فاي وها قد تم الاتصال وقد قام باذهار الاردوينو الخاص به على الاردوينو الجيد جيد لان نقوم بتشغيل تطبيق منزلي على الطابلت نقوم بإدخال الاي بي ادرس مائة واتناني وتسعون نقطة مائة وثمانية وستون نقطة مائة وخمسة وخمسون نقطة مائة وتسعون هذه هي الاي بي ادرس نقوم بالضغط على اتصل وها قد تم الاتصال الآن نقوم بالتحكم من خلال هذه السويتشات الموجودة هنا كما تلاحظون يعطي بيب على البازر وكذلك المخرج عقم واحد قد استغل كذلك هنا على هذه الليكيد كريستال فما تشاهدون احبتي في الله يعطينا اشارة على ان المخرج الاول جيد اذا في الفيديو المقبل ان شاء الله وباذنه سنقوم احبتي في الله بالتكلم او التحدث عن برنامج الاردوينو كيف يمكننا انجاز هذا المشروع سواء برنامج الذي قمنا بتمريره لبوردة الاردوينو وكذلك البرنامج الذي قمنا بتمريره لالESP826 وكذلك سنتكلم عن السكماتيك التي ربطنا بها هذه الديسبلي وهذه المخارج والبازر كذلك يمكننا استخدام ريليهات يمكننا ان شاء الله باذنه ان نستخدم ريليهات مثل هذه وكذلك سنقوم بمجموعة من التطبيقات ان شاء الله وباذنه اذا كنتم مهتمين بالموضوع الى ذلكم والحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودعي